تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من تطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومئتين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من تطعيم أكثر من مليون ومئتين وعشرة ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من تطعيم أكثر من تسعمائة وثلاثة وستين ألف شخص